موسيقى نشرة مفصلة للانباء من الميادين وتتابعون فيها القوات العراقية المشتركة تدخل مركز قضاء الحويجة اخير معاقل داع الشمال البلاد اردوغان يتوعد اقليم كردستان العراق باجراءات اكثر صرامة وروحاني يدعو الاقليم للتراجع موسيقى تتهم واشنطن بدعم داعش وتحذر بانها ستضرب الارهابيين في مناطق سيطرة الامريكيين في سوريا شهداء وجرحى في هجوم لداعش على محكمة مصراطا شمال ليبيا وتجدد الاشتباكات بين فاصلين مواليين لحكومة الوفاق في سبراطا اهلا بكم اعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق عبدالامير رشيد يار الله ان القوات العراقية والوية الحشد الشعبي دخلت مركز قضاء الحويجة وباشرت بتطهير المنطقة يار الله اكد انجاز المرحلة الثانية من عمليات تحرير القضاء بعد تحرير جبال مكحول بالكامل ومنطقة الحراريات والضفة الغربية لجسر الفتحة غرب نهر دجلة قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت قال ان القوات العراقية سيطرت على حيي النداء والعسكري شمال غرب الحويجة تندفع القوات العراقية قوات المغاوير وقوات النخبة لتحرير القرى جنوب الحويجة عمليات التمشيط التي تخذها القوات رأس النفيضة في هذه المنطقة مستمرة لاستهداف مسلحي داعش يعتقد ان هناك تمركزا لمفرزة للإعاقة من قبل مسلحي التنظيم في هذا البيت طبعا وهي تعيق تقدم القوات العراقية في هذه المنطقة يجري الاستطلاع حاليا وتجري عمليات المسح وطبعا يجري الاستهداف في هذه الأثناء على ما يبدو نعم هي عمليات استهداف لمفارز داعش الإعاقية تقدم سريع لقوات النخبة في هذه العمليات تمكنت القوات حتى هذه اللحظة من استعادة خمس قرى في جنوب الحويجة ضمن قفزة تنفذها قوات النخبة وقوات الرد السريع للتقدم من مركز القضاء هدف هذه العملية تثبيت الدرع العراقي مدفعية الدي ثيرتي وكذلك راجمات الصواريخ من أجل استهداف مقرات القيادة والسيطرة وكذلك مقرات الاتصالات التي يعتمدها التنظيم في الحويجة وفي ضواحيها طبعا القوات اتدفعت سريعا هذه القوات في لحظة دخولها هذه القرى ونرصد طبعا وجود العائلات والمدنيين في هذه المنطقة العائلات والمدنيون لا زالوا متواجدين خلال عمليات الاشتباك أبناء هذه المنطقة يقدمون المعلومات لقوات النخبة في هذه المعركة كيف تصف التقدم اليوم؟ التقدم مستمر والحمد لله وشكر تم تحرير بعض القرى عدة قرى وليس بعض القرى بالكامل وحاليا أنا في قدرة حوض ستة حوض ستة تم تحريرها بالكامل هذا آخر بعقل للدواعش هذا البيت الدار هذا الملبوخ وحاليا طبعت للقوات الأمنية جماعتنا فرقة فوج القتالات اليلي فرقة النخبة وتقدم مستمر إن شاء الله هي إذن اشتباكات المسح الأمني التي تنفذها القوات العراقية هناك وجود لعدد من عناصر داعش في هذه المنطقة وهذا هو رصاص قنص مسلحية التنظيم مفارز التعويق التي تجري معالجتها في هذه الأثناء من قبل القوات العراقية هكذا تعلن القوات العراقية سيطرتها على هذا المبنى باعتلائه من قبل مقاتلي النخبة من جنوب الحويجة عبدالله بدران الميادين كيف تبدو عمليات القوات العراقية في الحويجة التفاصيل مع مريم عثمان أهلا بكم القوات العراقية تقترب من بسط سيطرتها على كامل قضاء الحويجة المعقل الأخير لتنظيم داعش شمال العراق القصف المدفعي والصاروخي لمقر تنظيم داعش في مركز قضاء الحويجة ومن ثم التقدم نحو هوية شيان بأن المرحلة الثالثة لتحرير القضاء لن يتأخر إنجازها طويلا الشرطة الاتحادية دفعت إلى مركز المدينة بمغاوير النخبة في القوات العراقية والفرقة الآلية والوية القناصين والطائرات المسيرة مسنودة بقوات الحجد الشعبي من أجل إنجاز هذه المرحلة وقد جرى تحرير سبع مناطق رئيسية في القضاء واثني عشر هدفا حيويا هي الأهدف المرسومة للقوات العراقية بما فيها مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والمناطق والقرى المحيطة بها انتلاق المرحلة الثالثة من تحرير الحويجة بدأ بعد تحرير القوات العراقية منطقة الفتحة الاستراتيجية الرابطة بين كاركوك وصلاح الدين ونينوة وأحكامها السيطرة على مؤطار الفتحة العسكري جنوب الحويجة وعلى خمس وعشرين قرية جديدة في القضاء جزء كبير من سلسلة جبال حمرين جنوب الشرق قضاء الحويجة بات أيضا محررا من تنظيم داعش وهو إنجاز نوعي في تاريخ العمليات العسكرية العراقية والأهمية الأولى لتحرير هذه الجبال تكمن في أنها مناطق شديدة الوعورة وتجعل المعارك فيها صعبة فضلا عن أنها نقطة وصلهم بين محافظات كاركوك ونينوة وصلاح الدين بخسارة داعش لهذه التلال يخسر ورقة ضغط هامة على الجزء الجنوبي من محافظة كاركوك ما يعني زوال القلق الأمني على محافظة ديالا وصلاح الدين ونينوة وقضاء توس خرماتو وباجي أكثر من أربعين في المائة من عمليات تحرير الحويجة أنجزت وذلك بعد تحرير القوات الأمنية والحشد الشعبي خمسين قرية شمال شرق الحويجة وعددا من القرى جنوب القضاء وشرقه وإيضا بعد سيطرة القوات الأمنية على ناحية الرشاد حلقة الوصل بين جنوب محافظة كاركوك وشمالها القوات العراقية استعادت أيضا قاعدة الرشاد وهي أهم القواعد الجوية الواقعة على بعد ثلاثين كيلو مترا جنوبية قضاء الحويجة التي كان يستخدمها تنظيم داعش معسكر للتدريب وقاعدة للدعم استعادة هذه القاعدة مسألة حيوية جدا بالنسبة إلى القوات العراقية إذن المروحيات العراقية ستنقل الجنود والأسلحة خلال أي عملية مستقبلية لحفظ الأمن في الشمال في طهران استقبل المرشد الإيراني يطلع علي خمينئي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان الأخير قد أعلن في مؤتمر صحفي المشترك مع نظيره حسن روحاني أن تركيا وإيران ستحاربان مع الداعش والنصر في سوريا وبخصوص استفتاء إقليم كردستان العراق قال أردوغان أن بغداد وطهران وأنقرة ستتخذ خطوات أكثر صرامة ردا على خطوة الاستفتاء على مستوى العالم لم يدعم استفتاء انفصال كردستان سوى إسرائيل ومن ناحيتنا أنا مطمئن إلى أن مسؤولي كردستان لن يحققوا أي هدف وسيفرضون على أنفسهم العزلة إيران وتركيا لديهما قرار قاطع وحاسم بعدم الاعتراف باستفتاء كردستان الذي نعتبره غير شرعي وأيضا في العراق نحن نخاطب الحكومة المركزية إيران والحكومة المركزية في العراق وتركيا اتخذت بعض الخطوات إزاء الاستفتاء لكن الخطوات المقبلة ستكون أشد صرامة وكذلك في سوريا الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد دعم بلاده وحدة أراضي سوريا والعراق وعدم القبول بالتقسيم في المنطقة روحاني لفتاء لأن إيران لا تريد فرض قرارات على شعب كردستان العراق داعيا سلطات الإقليم إلى التراجع نهدف مع تركيا إلى إيجاد الأمن والاستقرار في كل المنطقة والتعاون مع سوريا وروسيا لقد نقشنا مطولا قضية الاستفتاء في كردستان والإرهاب نحن نؤكد وحدة أراضي سوريا والعراق ولا نقبل التقسيم في المنطقة ولا نريد فرض قراراتنا على شعب كردستان العراق وعلى مسؤولي الإقليم التراجع عن قراراتهم الخاطئة إن مكافحة الإرهاب هي من أهم أهداف إيران وتركيا نحن نعارض أي جماعة إرهابية أينما كانت وأيا كان اسمها على الإرهابيين أن يعرفوا أن قوى المنطقة وحكوماتها لن تسمح لهم بالقيام بنشاطاتهم المعادية للإنسانية بيان مشترك للرئيسين الإيراني والتركي أكد أهمية احترام دستور العراق وسيادته ووحدته ورفض الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان العراق وأضاف البيان أن البلدين ينظران إلى نتائج الاستفتاء كأنها لم تكن ويدعمان خطوات الحكومة العراقية لحفظ وحدة البلاد كما دع الطرفان إلى التعاون لمواجهة التحركات غير القانونية لحزب العمال الكردستاني وبيتجاك على الحدود المشتركة البيان شدد على ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادتها داعيا إلى حل الخلافات بالطرق السياسية وإلى محاربة الإرهاب والتطرف ومواصلة التعاون في إطار عملية أستانا وبخصوص الاتفاق النووي أكد الطرفان أنه نموذج للعمل الدبلوماسي وينبغي الالتزام به في سوريا فدى مراسل الميادين بأن الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة حرروا ريف السلامية الشرقي بالكامل في ريف حما الشرقي بعد تحريرهم قراء ميل وأبو حبيلات والحردان الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة كانوا قد حرروا سلسلة قرى في ريف حما وبذلك تم شطر الجيب الذي كانت تطوقه القوات السورية في ريف حما وحمص الشرقيين إلى قسمين حذرت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة من أنه إذا ما اعتبرت واشنطن أن هجمات داعش الأخيرة في سوريا هي صدفة فأن روسيا يمكنها تدمير هذه الصدف في المناطق التي تحتى سيطرة قوات التحالف الأمريكية وأقالت الوزارة أن سلسلة هجمات لداعش على قوات السورية انطلقت من منطقة انتشار البعثة العسكرية الأمريكية في سوريا وأضافت الوزارة أن العائق الأساسي للقضاء على داعش في سوريا ليس القدرات القتالية للإرهابيين بل هو دعم الولايات المتحدة وتلاعبها معهم وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في زيارة دولة تستمر عدة أيام وقال بيان للدوان الملكي السعودي أن محادثات الملك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستركز على العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بينهما ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك النشر مستمرة وفيها بعض الفاصل مهرجان للرسوم المتحركة والكاريكاتور في الجزائر أهلا بكم من جديد استشهد أربعة مدنيين ليبيين وعصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه ثلاثة مسلحين من جنسيات أفريقية ينتمون إلى داعش استهدف محكمة في مدينة مصراطة شمال غرب البلاد المتحدث باسم قوات البنيان المرصوص العميد محمد الغصري أشار إلى أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين وألقت القبضة على الثاني فيما تمكن الثالث من الدخول إلى المحكمة وتفجير نفسه بعد اشتباكات استمرت نحو نصف ساعة مع حراس المجمع نبقى في ليبيا حيث اتهم أهالي مدينة صبراطة رئاسة الأركان في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدعم الميليشيات الإرهابية في المدينة على خلفية الأمر الصادر عن الحكومة بوقف القتال في المدينة واصفين الأمر بأنه محاولة لفك الحصار عن الإرهابيين يأتي ذلك بعد مقتل نحو أربعين شخصا في معارك دلعت بين مجموعات توالي حكومة السراج الذي أوعز بإنهاء كل المظاهر المسلحة وبتأمين المدينة رئاسة الأركان أوعزت إلى الكتائب الأمنية التابعة لها بالرجوع الفوري إلى مقارها الأمنية وللحديث عن الاشتباكات في مدينة صبراطة الليبية ينضم إلينا من تونس من العاصمة التونسية الكاتب والنشط السياسي الليبي عز الدين عقيل أهلا بك أستاذ عز الدين إذن اشتباكات عنيفة شهدتها صبراطة ولا تزال هذه الاشتباكات هناك تضارب حول أسباب هذه الاشتباكات أستاذ عز الدين لكن اللافت أن أهالي مدينة صبراطة اتخذوا موقفا ووقفوا إلى جانب قوات مكافحة داعش لماذا اتخذ الأهالي هذا القرار بالوقوف إلى جانب أحد المتقاتلين على الرغم من أنهم جميعا تابعون لحكومة الوفاق مساء الخير أخي الكريم لك ولمشاهدي قناتكم الحقيقة أن الذي أشعل الفتيل هو خمسة مليون يورو دفعتها الحكومة الإيطالية سرا إلى المدعو أحمد الدباشي الملقب بالعم وهو رئيس عصابة وقرصان تهريب بشر ومخدرات ووقود أسس الكتيبة 48 التي اعترف بها السراج وأعتقد أن هناك يبدو تعاملات غير قانونية تتصل بعمليات فساد مالي كبرى بين أعضاء في المجلس الرئاسي وبين هذه العصابة ولهذا السبب يمارس المجلس الرئاسي الآن ضغوط على غرفة مكافحة داعش من أجل إيقاف هذه العمليات التي يراها المواطنون وأراها شخصيا عمليات مشروعة غرفة مكافحة داعش تتكون من شخصيات عسكرية وشخصيات أمنية وهذه الغرفة هي فعلا تمثل دور القوات الأمنية الرسمية عندما أعطت طليان هذه الرشوة بشكل سري شعرت القوات الرسمية التي تتشكل داخل غرفة مكافحة داعش أن إيطاليا تلعب بالنار وأنها تحاول فعلا أن تقوي هذه الميليشيا التي يبدو أنها عقدت معها اتفاق سري من أجل مساعدتها على وقف الهجرة الشرعية باعتبار أن المدعو أحمد الدباشي هو الرأس الكبير في تدبير كل عمليات تهريب وأيضا في تمكينه من حماية مجمع مليتة للغاز الذي ينطلق منه الغاز في الـ Green Stream نحو إيطاليا وبالتالي كان هناك محاولة من الطليان لتغليب هذه الميليشيا لحكم صبراتها ولكل المقدرات فيها هنا تحركت الغرفة التي يبدو أنها بعد أن تلقت ضغوطات غير مشروعة من مجلس الرئاسي ضغوطات تعتبر حتى من الناحية القانونية غير قانونية لأن غرفة مكافحة داعش لا تقاتل قبيلة من القبائل ولا تقاتل المدينة ولا تتقاتل مع الشعب هي تقاتل جماعة ميليشيوية منعها سراج ظلما هناك من وجه أصبع الاتهام لقوات التابعة لللواء خليفة حفتر للجيش الليبي بأنها هي من تقف وراء هذه الاشتباكات وأنها أشعلت هذا الفتيل هناك وسائل الإعلام تحدثت صراحة عن هذا الموضوع وأيضا الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري خرج وأعلن سيطرة الجيش الليبي على صبراتها ماذا تقول عن هذه الاتهامات؟ أنا كنت جايك لهذه النقطة يبدو أن غرفة مكافحة داعش عندما وجدت بأنها تتلقى ضغوط كبيرة من أصحاب مصالح مع الدباشي هذا كما قلت ترتبط بعمليات فساد مالي يبدو أنهم انقلبوا مع أنهم كانوا معترف بهم من طرف المجلس الرئاسي يبدو أنهم انقلبوا عليه وأعلنوا فعلا انضمامهم للجيش الليبي ومن هنا باتوا يؤتمرون فعلا بأوامر الجيش والجيش تقبل هذه المسألة بل ربما في صميم اختصاصات الجيش أن يحاول أن يحتوي كل الجماعات العسكرية والشرطية الرسمية التي تعمل في أي مكان في البلاد والآن هذه فعلا ردة فعل قبل أن يعلنوا رسميا انضمامهم إلى الجيش الوطني كانت غرفة مكافحة داعش تتبع السراج تتبع المجلس الرئاسي ولكن الآن بعد أن وجدوا فعلا بأن هناك تواطن شخصيات داخل المجلس مع جماعة العم المسمات بالكتيبة 48 مشات ووجدوا فعلا بأن هناك محاولة لإنقاذ هذه العصابة بكل ما في الكلمة معنا أعلنوا عن انتقالهم الطبيعي إلى تلقي الأوامر من الجيش الذي فعلا من الناحية القانونية ومن الناحية المشروعة هو الطرف الذي يجب أن يكون جزءا منه أستاذ عز الدين الآن بعد سيطرة الجيش الليبي على صبراطة أعلان المسماري الذي قال أنه سيطر الجيش الليبي على صبراطة تقاتل ما بين إذا صح التعبير فصائل تتبع للحكومة حكومة الوفاق إلى أي مدى سينعكس على قدرة هذه الحكومة بإعطاء الضمانات للأمم المتحدة خاصة أن الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة كما بات معلوما تشهد حراكا سياسيا لحل هذه الأزمة يتحدث عنه باستمرار المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة بالعكس لو تذكر أخي الكريم أنني كرارت أكثر من مرة في قناتكم هنا بأن الحل الحقيقي هو فسخرات عسكرية يجمع فيها كل أمراء الحرب بما فيهم الجيش الوطني لأجل الاتفاق على آلية لتفكيك الميليشيات المسلحة وبالتالي أعتقد أن هذا الذي يجري في صبراتها اليوم هو محاولة لحسم الجهات الرسمية ممثلة بالجيش والشرطة للسيطرة على المدينة على حساب العصابات التي عاتت فيها فسادا من هنا هذا يشير فعلا إلى أن هذا الحوار الذي يجري ومسألة تنصيب عقيلة صالح أو السراج رئيس مجلس رئاسي أو غيره هذه ليست لها علاقة بالإشكالات الحقيقية والتهديدات للتحيط بالليبيين ما يعيشه الليبيون من مأساة له علاقة بالتنظيمات الميليشيوية وما لم يتركز الأمر حول كيفية جمع أمراء الحرب من أجل حسم هذا الوضع السيء والشاد الذي يحكم البلاد فإننا لن نصل إلى حل هذا يعكس تماما أن كل هذا الذي يقوم به غسان سلامة وكل هذا الذي تقوم به الأطراف السياسية الليبية هي مسألة اقتسام كعكة الحكم ولا علاقة لها أبداً لا باستعادة سيادة هيبة الدولة ولا بمساعدة المواطنة على التخلص من المنظومة الميليشيوية التي تحكم البلاد الكاتب والناشط الليبي عز الدين عقيل كنت معنا من تونس أشكرك جزيلا شكر أكدت رئيسة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هنا جيلاني ضرورة مضاعفة العمل لتلافي الخلل المتعلق بالتعذيب والإفلات من العقاب في تونس مئات الملفات تتلقاها سنوهين المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تتوزع بين حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة تقارير تؤكد أن ظاهرة التعذيب في تونس لم تنتهي باندلاع الثورة بل هي متواصلة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وفي هذا الإطار تلفت إلى أن الثقافة الاستبدادية السابقة ما زالت سائدة في مؤسسات الدولة داعية الجهات الرسمية إلى ضرورة تطبيق التشريعات والقوانين التي تضمن الحقوق والحرية أعتقد أن هناك تقدما كبيرا على مستوى التشريعات والقوانين ولكن الأكثر أهمية مدى تطبيقها على أرض الواقع وقد لحظنا أن هناك تأخرا كبيرا في ذلك يعتبر الأعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة التعذيب عملا غير إنساني إلا أن ظاهرة التعذيب تؤكد في كل مرة أنها لا تزال متجذرة في مجتمعاتنا وهو ما دفع بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى إطلاق مبادرة عالمية جديدة تحمل شعار المجتمع المدني ضد التعذيب مبادرة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة المدمرة للإنسانية بصدد إطلاق حملة للتركيز على التعذيب في عديد الأوجه مكافحة الإرهاب والتعذيب لأنه قاعدين نستسهلوا عملية التعذيب بدعوة مكافحة الإرهاب وهذا يقولنا اللي لا يمكن أن يتم تونس خطت خطوات كبيرة نحو الديمقراطية ونحو إرساء قوانين وتشريعات تضمن كل الحقوق غير أن تطبيقها على أرض الواقع يحتاجوا بحسب مراقبين إلى جرأة وشجاعة للإقلاع كليا عن الأساليب القديمة وللذهاب نحو تونس الجديدة رغم تطور التشريعات والقوانين المناهضة للتعذيب في تونس إلا أن تقارير حقوقية تشير إلى أن هذه التشريعات لم تغير كثيرا من واقع لا يزال يحمل مخلفات الماضي من عنف وتعذيب سميحة البغانمي تونس الميادين تحتفل الجزائر بالدورة العاشرة لمهرجان الشريط المرسوم تحت شعار عشر سنوات من الإبداع تقرير أسامة عبد النور فرنسا ضيفة شرف طبعة العشرة من المهرجان الدولي للشريط المرسوم في الجزائر أسماء تقيلة رسامي القصص البوليسية وأبطال الكارتون شاركت في المهرجان اختيار قصر الثقافة مهم جدا لأن هذا القصر يحتضن دائما الفعالية الثقافية النوعية وحتى الذين شاركوا من سوى دور نشر أو من خلال أرسامين من كبار من أجيال مختلفة هذا يؤكد أن هذا الفن ما زال يفرض نفسه بصورة كبيرة على الذوق العام الشريط المرسوم بألوانه الزاهية وأشكاله المبهرة بقدر ما يبعث الفرح في قلوب الأطفال بقدر ما يكون سببا لتسلل مظاهر العنف التي تؤثر في شخصيتهم وتهدد تماسك المجتمعات وهكذا فإن تكنولوجيا الحديثة ثلاثية الأبعاد سهمت في انبهار الأطفال بصور العنف لكن في المقابل تم تمختصون التربويون خصصوا أماكن للرسم والغناء لجذب الأطفال وتحسين شخصياتهما الأطفال حتى نبني شخصية قائمة على أسس وعلى قيم عربية جزائرية إسلامية هذا شيء طبيعي نحن عندما نقدم الشريط المرسوم الشريط المرسوم يخدم القراءة نحن عندما نخدم حاجات التي تفيدهم أنا أقول لك صاح قدرت حاجات تعتورها رغم تقلص ميزانية المهرجان إلا أن دور النشر الجزائرية وهوات الفن التاسع يعرون فيه فرصة لتبادل الثقافات وتجارب فقط الأجنبي يأثر كثيرا على ثقافتنا لذا ثقافتنا لازم تخرج إلى الخارج وتحتار مثلا لثقافة الأخرى ما لازمش نكونوا مغلوقين على نفسنا لازم نكونوا متفتحين مع الآخرين ونحتارموا الثقافة للآخرين تملك الجزائر روادا في فن الرسمي الكارتوني أصبحوا أيقونة لدى المجتمع عندما ارتبطت أعمالهم بالقيم الثورية والاجتماعية أسام عمد النور العاصمة الجزائرية الميادين إلى العنوين القوات العراقية المشتركة تدخل مركز قضاء الحويجة آخر معاقل داع الشمال البلاد أردوغان يتوعد قليم كردستان لعراق بإجراءات أكثر صرامة وروحاني يدعو الإقليم للتراجع موسكو تتهم واشنطن بدعم داعش وتحذر بأنها ستضرب الإرهابيين في مناطق سيطرة الأمريكيين في سوريا شهداء وجرحا في هجوم لداعش على محكمة مصراطا شمال ليبيا وتجدد الاشتباكات بين فصيلين مواليين لحكومة الوفاق في صبراطا المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى